اسمع كده بيتم من الشعر جمال اوش بقولهم لكل واحد حيفهم انا هتكلم عن ايه من قبل ما اقول عنوان الموضوع ايه اسمع كده الشعر وهو بيقول كن قابل العذر واغفر ذلة الناس كن قابل العذر واغفر ذلة الناس ولا تطع يا لبيب امر وسواسي فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هل لا تذكرت يوما انت مدركه يوما ستخرج فيه كل انفاس يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم وضعك في التراب المخيف وقد رد التراب بايديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والارض هائجة ويوم يبعثنا والارض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل مرئ فرقا من غيره يفر كل مرئ من غيره فرقا هل انت ذاكر هذا اليوم ام ناسي سيرسل الله املاكا مناديا هيا تعالوا لرب مطعم كاسي هيا تعالوا الى فوز ومغفرة هيا تعالوا الى بشر واناسي اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوموا سوى العافين عن الناس الله اكبر ما من لحظة انا وانت وكل واحد بيشوفني دلوقتي بيزجد فيها راجل او ست اللو هو يدعي باكي ويقول له وعفو عنا واغفل لنا وارحمنا وعفو عنا واغفل لنا وارحمنا مش كده ولا ايه بنطلب من ربنا عفو ومغفرة طب انت عفيت عن غيرك وغفرت الغيرك طب انت سترت غيرك استنى عم الشيخ انت هتدخل الاخلاق في بعضها ليه ايه علاقة العفو والمغفرة بالستر ما هو ده الفهم الصحيح للعفو والصفح والمغفرة السطر هو الاساس بتاع العفو والمغفرة والصفح زي ما فيهم الصحابة من سيدنا الحبيب بعد ما تصلى عليه ازاي الكلام ده هقولهولك بعد شوية ما تستعجلش لكن احنا كلنا بنحب سيدنا النبي ما تصلى عليه لو انا حبي تكلمك عن عفو سيدنا النبي فانا محتاج خمسين حلقة والله ما ببالغ ابدا انا محتاج فعلا خمسين حلقة عشان اتكلم عن عفو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم لا وهو صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة كما في البخاري ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح التوراة الحقيقية لو عثرنا عليها لو وجدنا انها مكتوب عن حبيبنا محمد صلى الله على حضراتي ان الحبيب لا يدفع السيئة بالسيئة لا يجاز السيئة بالسيئة وانما يعفو ويصفح وهذا الخبر اورده الامام البخاري في وسط اللي عفو التعناب الكتير اوي وقفت قدام موقف انا مش عارف احكي ازاي لكن خليلي احكيه لكم كلنا عارفين ستنا السيدة زينب ايوه جدع بس مش اللي عندنا دي لا اللي عندنا في مصر دي بنت سيدنا الامام علي مش بنت سيدنا النبي انا عايز افقرك بستنا زينب بنت سيدنا رسول الله اللي عندنا في مصر دي ستنا زينب ام هاشم اللي بيطلق عليها ام العواجز ومن اتى ببابها عاجز فر جهمه ستنا زينب دي اختي سيدنا الحسن واختي سيدنا الحسين ابوها سيدنا الامام علي وامها ستنا الزهرة وجدها سيدنا الحبيب بعد ما تصلي عليه انا مش دي اللي اتكلم عنها ومش انا اللي اتكلم عنها انما انا اتكلم عن ستنا زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش معنى دي عم مش علشان ستنا زينب دي كانت حاملة وكانت ركبة الناقة بتاعتها في امان الله ولا أزت حد ولا اعتادت على حد ولا حتى جرت شكل حد فاسمه هبار ابن الأسود احفظ الاسم ده كويس هبار ابن الأسود استفز الناقة اللي ركباها ستينة زينب فالناقة زي ما بنقول ايه رافعت مرة واحدة فوقعت ستينة زينب من على الأرض وظلت تنزف أياما وأياما حتى لقيت ربها يعني كان سبب في موت ستينة زينب بنت سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قمة زعله وفي قمة غضبه ويقول ان اللي يلاقي هبار يحرقه بالنار ثم النبي صلى الله عليه وسلم يهدأ ويقول لا يعذب بالنار إلا رب النار ان ظفرتم به فاقطعوا يديه ورجليه ثم اقتلوه يعني ما تقتلوش مرة واحدة لا اقطعوا دي الأول وبعدين رجليه إمعانا في التعذيب كما عذب ذينب رضوان الله عليها وعرضاه وبعدين تدور الأيام ومحدش من الصحابة يعصر على هبار ابن الأسود خالص لحد ما جيه عام الفتح اللي هو عام فتح مكة اللي هو سنة 8 هجريا على بعض الأقوال والمفاجأة المزهلة أن هبار يأتي مسلما بين يدي سيدنا المصطفى معتبرا عما فعل ادوني بقى عقلكم استنى علي عم صلاحة بل تليفوناتك ادوني عقلكم قاتل بنت بعدما أجهدت وظلت تنزف وأنا رسول الله أصابني ما أصاب البشر لأنني بشر في حسرة القلب وفي كسر الفؤاد وفي ضياع الأمل وفي دفن الحبيبة ثم يأتي مسلما معتذرا بالله عليكم تعملوا إيه سيدنا الحبيبة على طول من غير تفكير يطلق في سمع الزمان كلمة واحدة قد عفوت عنك والإسلام يجب ما قبله الله أكبر إيه يا رسول الله آه خلص الموضوع كده آه خلص بمثابت إنه بر قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حق الرسول الله قال له الموضوع خلص خلاص عفوت عنك والإسلام يجب ما كان قبله يا الله وهذا وحشي يقتل عمه حمزة وسيدنا الحبيب يقول والله لإما كانني الله منهم لأمثلن بسبعين زي ما عملوا فيك يا عمي ماهو بكروا بطنة فتحوا بطنة شاءوا بطنة وجات هندي بنت عدبة أكلت كبد سيدنا حمزة غيظا وحرقة ثم لفظات هرمتها على الأرض فسيدنا الحبيب يبلغ فيقول والله لو أنها ابتلعتها ما عذبها الله هتبقى شايلة حتة من حمزة وعمر ربنا ما يعذبها بالحتة دي أبدا إكراما لحمزة وبعدين يأتي وحشي مسلما خد بالك قال له لو مكنني الله منهم هم مثلن بسبعين فينزل القرآن قال له حاسب لا تعاقب آه حقك لكن ليك حد اسمع وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ده حقك واحد وصد واحد وبعدين تبد الصبر بقى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وبعدين تنزل قاعدة له واصبر وما صبرك إلا بالله فيجي وحشي مسلم بين أيدا رسول الله النبي يقبل إسلامه لكن بشرط بش عايز يشوفه لأنه كل ما هيشوفه هيفتكر عامه لا ترني وجهك موضوع صح؟ طب أنا هصلي إزاي وراه طب إزاي أحضر دروس العلم؟ طب إزاي أبصه في وشه زي بقيت الصحابة؟ صعبة أوش صعبة ومصابه برضك صعبة ما هو عمه؟ ما هو من كان يدافع عنه؟ ما هو الحبيب المقرب؟ صعبة؟ فيروح سيدنا وحشي لسيدنا العباس يحكي له الأمر يقول له أنا أديك الوصفة السحرية بقى اللي ما فيش حد يقدر يجربها مع النبي وتخب أبداً قال له إيه؟ قال له إيه تي رسول الله من وجهه؟ روح للنبي كده زي ما بنقول فستو فيس مباشر أولاين خد بالك تعال له من وشه وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فلا يرضى رسول الله أن يكون يوسف أكرم جواباً منه فيروح سيدنا وحشي لسيدنا الحبيب ويقول له كلمتين دول في وشه فيحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم شفت العفو